كمان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن التوترات الإقليمية والدولية أدت لحالة من غياب الثقة وعدم اليقين على الصعيد العالمي وقال مدبولي أيضا أن الأسواق الخاصة بالبورصات العالمية خسرت أكتر من 6 تريليون دولار يوم الاثنين الماضي واللي أطلق عليه الاثنين الأسود الحقيقة ممكن حضراتكم أذكر حضراتكم الأسبوع الماضي وإحنا في لقاء معه كان عدد كبار من كبار رؤساء التحرير ورجال الأعلام وكنا بنتكلم وبنقول إحنا يعني في وضع شديد التعقيد وشديد الاضطراب ومحدش قدر يتنبأ باللي ممكن هيحصل بكرة وكنا دايما بتسئل السؤال اللي تسألته هو يعني طب إمتى حضرتك شايف الأمور هتبدأ تستقر والأمور هتبقى يعني أثار وثمار كل الخطوات اللي بتتعامل هتظهر إمتى وقلت ساعتها أني يعني جاوبت بصورة واضحة إحنا عندنا رؤيتنا وعارفين كويس قوي على المصارات اللي إحنا بنتحرك فيها ولكن المشكلة الحقيقية أن إحنا مش ضمنين بكرة يحصل إيه ووارد جدا تحصل صدمات أخرى ممكناتش موجودة في الحزبان تؤدي إلى العديد من التعقيدات والمشاكل للدولة ويعني حضرتكم بعديها بيومين حضرتكم عارفين كويس قوي وإنكم مش يوم تاني يوم حصلت المشكلة في المنطقة بتاعتنا ويعني تصاعد حدة وتعقيد المشهد السياسي في منطقة شرق الأوسط مع الحوادث اللي حصلت والنهار ده طبعا كلنا يعني في حالة عدم يقين من تطورات الأمر والأزمة بحاجة عارف بكرة هيحصل إيه وحضرتكم يعني كل التوترات اللي موجودة وما هو سيكون رد فاعل الإيراني على المشهد اللي بيحصل وممكن حيكون تداعياته إيه على المنطقة والتخوف من اتساع النزاع أو الصراع على مستوى أكبر أنا بدي ده كمثل حضرتكم المثل الآخر اللي حصل في الأسواق العالمية الجمعة بيطلع تقرير في الولايات المتحدة بيوضح أن هناك مشكلة وأن هناك تخوفات من أن الاقتصاد الأمريكي يعني يدخل في مرحلة ركود وضغوط استقبلته أسواق العالم كلها بيه يعني اضطراب شديد حضرتكم أكيد تبعته يوم الاتنين واللي أطلق عليه الاتنين الأسود في العالم كله أسواق البورصات العالمية يعني فتحت على خسائر هائلة أو يعني والنزول كبير جدا الأرقام والتقديرات إنها الخسائر دي وصلت على مستوى العالم أكتر من 6 تريليون دولار وأطلق عليه زي ما قلت لحضراتكم يوم الاتنين الأسود وابتدى يحصل التراب شديد جدا ولكن يعني الحمد لله ابتدى بعديها بتاني يوم ابتدت الأسواق تتعافى ويعني الدنيا تبدأ ترجع مرة أخرى للاستقرار أنا بدي بس حصل إيه في أسبوع واحد وتدعياته إيه على الدولة المصرية يعني عشان يبقى كلنا حاسين بقد إيه صعوبة المشهد وتعقيده علينا كلنا ومدى تأثيره علينا إحنا كمان كحكومة وكدولة في عملية التعامل مع هذه الأزمات أنا كل ده بقوله لأن بقى واضح تماما تأثير يعني على العالم إن بيطلع تقرير يروح مؤدي إلى تخوفات وقلق يروح عامل قد إيه الطراب شديد وده معناها إن حتى أزمة ثقة موجودة في العالم كله مش موجودة بس في مصر يعني زي ما بيتقال هو يعني فيه أزمة ثقة موجودة لا هي بقى مشهد عالمي العالم كله بقى في حالة من البلبلة وعدم اليقين وعدم الثقة وبالتالي ده ليه تدعياته اللي بقيت موجودة على مستوى العالم وبيتشوفنا زي بيؤثر على العالم كله